هنروح ليه كده أخبارنا جوانادي قال لي خلصت خلاص احنا نروح بقى ليه أخبار المنتخبات بشكل كبير هنروح للخماسي الحديث الخماسي من الألعاب المهمة جداً لنا في باريس عشرين وعشرين يعني كل الرياضيين بيعولوا عليها الكثير لتحقيق ميداليا واثنين وثلاثة آخر آخر أولمبياد توكيو عشرين وعشرين حقيقنا ميداليا واحدة كان الجندي كان يتفضى على ما أتذكر فاحنا محتاجين من اللعبة دي الكثير عندنا آه عندنا طيب الخماسي الحديث بيستعد بعشر لعبين هيشاركوا في بطولة العالم القادمة أول تلاتة من هذه البطولة هيتأهلوا مباشرة إلى باريس عشرين وعشرين طيب خليني أقول لكم الخبر وخليني أقول لكم من العشر لعبين اللي بيشاركوا وهيتأهلوا إزاي والنقاط بتتجمع إزاي عشان اللعبة تصعد لأولمبياد البطولة طبعاً زم حدككم سمعتوا مني في أول خبر بطولة العالم تلعب من واحد وعشرين وثمانية وعشرين الشهر اللي احنا فيه في بريطانيا المنتخب بيضم في صفوفه عشر لعبين طيب مين هم ست لعبين وست رجال وهي أربع سيدات الرجال أحمد جندي محمد جندي الأخوان وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد دول الستة الرجال اللعبات سلمي آيمن عبد المقصود وهيدي عادل وأميرة أنديل وملك إسماعيل وزي ما قولنا لحضراتكم قبل كده في خبر أن مهند شعبان لعب منتخبنا بتصدر التصنيف العالمي برصيد 195 نقطة وبيجي من وراء البريطاني جوزيف تشونج صاحب ذهبيت أولمبياد توكيو اللي فاتت في المركز الثاني برصيد 178 يعني فرق 17 نقطة عن بعض وده رقم قليل جدا بطوط العالم دي يعني ضمن عشر بطولات بتحتسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لباريس عشرين 24 منهم أربع بطولات عشر هنقولهم بقى تصنيفهم إيه في أربع بطولات تحدي اللي بيفوز بيهم بياخد أربعين نقطة تضاف لرصيده أما اللي يفوز بلقب كأس عالم ودي واحدة من أربعة عندنا أربعة كقوس عالم اللي بيفوز بواحدة بياخد ستين نقطة كل ده انت عملت جمع عشان تتأهل عندك أربع بطولات بأربعين وعندك أربع تانين بستين نقطة وعندك طبعا نهائي كأس العالم بيبقى عبارة عن بطولتين كل واحدة فيهم تمانين نقطة فأنت طبعا هنا بتتكلم على تجميع نقاط مهم جدا وتبقى الفروق رايبة يعني بتوصل لألف وخمسمائة وآل في النقطة بيقى الفرق 11 و 12 نقطة ده بس أشان وليكو أديه حجم المنافسة والثلاثة الأوائل في البطولة دي هتأهلوا مباشرة إلى توكيو عشرين وعشرين مهم جدا منتخب عزين الخماسي هتأهل منه أكتر عدد ممكن الأولمبيات هي طبعا مش مفتوحة انت محسوم ببنافسات فردي وزوجي يعني ليهم حسبة كده مهمة جدا انت مش مفتوح لانت تشارك بأكبر عدد بس لازم اللي يروح يبقى انضمنين دايما مديليا لمنتخب مصر طبعا الاتحاد بيرقوسه كمهند الشريف العريان أمين عامل لجنة الأولمبيات المصرية ورئيس الاتحاد الخماسي فيه مجموعة كويسة جدا بيشتغلوا بيوفروا موارد للاتحاد منها بيقدروا يصرفوا زاد الدعم اللي بيجي من الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب الرياضة بطبعا برئاسة الوزير الدكتور أشرف صبحي